حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيدي ابن وهب عن عبد الرحمة ابن حسنة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا أرضا كثيرة الضباب قال فأصبنا منها وذبحنا قال فبين القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فأكفئوها فأكفئناها حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيدي ابن وهب عن عبد الرحمة ابن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة قال فوضعها ثم جلسا فبالا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم انذروا إليه يبول كما تبول المرأة قال فسامعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علم ثم أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فناهاهم فعذبا في قبره حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعماش وحدثنا وكيع قال حدثني الأعماش المعنى عن زيدي ابن وهب عن عبد الرحمة ابن حسنة قال وكيع الجهاني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مجاعة فنزلنا بأرض كثيرة الضباب فاتخذنا منها فطبخنا في قدورنا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمة فقدت أوي مسيخة شك يحيى والله أعلم فأمرنا فأكفأنا القدور قال وكيع مسيخة فأخشى أن تكون هذه فأكفأناها وإنا لا جياع حدثنا وكيع حدثنا الأعماش عن زيدي ابني وهب عن عبد الرحمة ابني حسنة قال كنت أنا وعمر بن العاص جالسين قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة أو شبهها فاستتر بها فبال جالسا قال فقلنا آيابول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة قال فجاءنا فقال وما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل كان الرجل منهم إذا أصابه الشيء من البول قرضه فناهاهم عن ذلك فعذيبه في قبره اشتركوا في القناة